خب مصر وصلت لأعلى درجة من درجات كورة اليد اللي انت اخترتها من الأول خالص لما كنته من الصباحة هنا لك هاتهندم انت قررت وصممت وصلت للي انت عايزه هنا بقى الإرادة والعزيمة بتاعت الشخص نفسه والإنسان اللي عاوز يوصل لشيء معين بصك يا كبتل الإرادة دي عندي يعني حتى في شغلي أنا ما عنديش حاسبها مشتحيلة الحمد لله رب قال ده عشان خطر لعبت الهندبول عندها جلت شوية وعندها عزيمة اتعلمت أكيد في الهندبول بس أنا دائماً وأبداً ما بحبش أخسر يعني وانا ولد صغير وانا بلحب في الشارع كورة لو خسرت لعب تاني عارف اللي بيعبقى مرة ما بتعبش تخسر ما بعبش أخسر ما بحبش أخسر ما بحبش أخسر كده عادر عبد الرحمن كذبك في الطاولة مش كذبك في الطاولة كابتل عادر عبد الرحمن صهرني مبارح صهرك صهرني هو اللي أخارك هو اللي أخارني النهاردة وسبت له كسبك لأ أنا كابتل عملت إيه؟ طيب قولي طب منك بس يا كابتل هو كسبني لكون مبارح لهم طاولة هو كسبني مرة أنا كسبت له مبارح مرتين فأنا بقى أقديله تحية كابتل عادر عبد الرحمن بقول له حالكه على الهواء إنه هو بقى أبش أخسر عبطاولة بس خلاص أنا بقى تيجي تقولي إنه بتوسطني وبتاعه كلامنا أنا هجيب لك مدرب من الفلبين بقى عشان يعلمك الطاول تحية لكابتل عادي لطبع طيب وإنت بتلعب بصلت لمرحلة مرموقة جدا في كرة اليد ككابتل ناد الأهلي ودي ككابتل ناد الأهلي دي حاجة تبقى كبيرة قوي وفجأة عشان أقول لناس بقى العلم مع الرياضة الناس يقولك لا ما هي دا يا دا لا اللي بيبقى عنده عزيمة وعنده راضة بيمشي في الاتنين وبيمشي مفيش حسن من كده أنت دخلت كلية هندسة دا دي مواقف كبير اوه معنى جايلك اوه دخلت كلية هندسة كانت قسم كهرباء قسم كهرباء والتنسيق وداك المينيا يا ايه مزبور لا لا ما أقول دي حقيقة طيب إزاي بقى وفقت بين سفرك وبين تمرينك وبين بيتك وبين أهلك وبين زميلك أنت فين الوقت اللي كنت بيجيبه عشان تقدر تعمل الكلام دا دا من عند ربنا بصنا كبير أنا كان عندي نقطة وهقولها وزرها هزيعوا الأول مرة بحياتي وإحنا لازم إحنا هنا بكل حاجة طبعا دا نقول بقى الحقيقة خلاص نعمل ايه؟ ملترقين بصنا كبير وأنا صغير وأنا في سنوية عامة كنت مذاكر وروحة مرة كنت شاطر للأول ولا نبيه 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 أه بابايا عساسا هو مدرس لغة عربية يا ويلك خليج أزهر أيوه يا ويلك خرزانة فهوانا في سنوية عامة يا بني كرة مش تنفعك كلنا تقلينا الجملة يا بابا أمي اللي رحمها كانت إيه؟ تقوله سيبه 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 يا سيبه بيتملك شوية سيبه الله يرحمه يا سنوية يا رب فهو بابا يا بابا طب أنا أنا أبقى كويس أنا أبقى شاطر كانت رأى السنة دي كان فيه حاجة اسمها المواد المؤهلة طبعا كويس؟ هدحك حاجب على حاجة المواد المؤهلة لكلية الهندسة تدخلني أنا كنت عايز تخش تجارة ده مبدئية عايز تخش تجارة تجارة أنا عايز أشتغل تجارة وأشتغل في بنك وهو دي كان تقليد حياتي ده كانت كنت مخطط لنفسك مخطط نفسك كده حاجة معرية ده كانت كويسة جدا فجاءت المواد المؤهلة تدخلني هندسة المواد المؤهلة للتجارة ما تدخليش تجارة طب هو فيه إيه؟ طب هنروح فين؟ لقيت بابا بيقول لي إيه؟ بيقول لي مهندسة دي كويسة برضه فبصلت له كده قلت له انت عايزني مهندس صح؟ قال لي يا طلو حاضر والله العظيبة كانت هو مستفر طلو حاضر عناية الاتنين قال لي هو عايز إيه؟ أمواديني لكلات العسكرية شرطة وكلات العسكرية بقت كلية حربية كلية حربية وفنية عسكرية وكل حاجة بهم ربنا قرمني وجال فنية عسكرية وأنا بينهم بين حاضرات أنا ساعتها فكرت لو دخلت أي حاجة منضبطة بقى مش تلك هما كانوا مهتمين بنضبطة بحق ربنا برضو لكن أنا بالنسبه لي مش عايز أتمسك تبقى سيبقى فريح ايوة قامل جالي هندسة المانية لقيتوا بيكلوني في التليفون لا باباك بقى هههh كنت في اسكندريا في معسكر منتخب قالليّ فنيها عسكرية موجودة وعندك هندسة المانية هتعميلي قلت له هم بس تلميني قل قلت له هم بس تلميني قل يابني ما انت فانيها عسكريها وبيتك في العجوزة وهي بكبري القبة يابني فانيها قلت له لا غاو تعب غاو تعب بص اختار اختارت اختيارات وش طب وفت زي بيننا اقول له حاجة عدست المينيا بقى بيه تركب القطر السبعة الصبح تينام لحد الساعة تسعة اوصل المينيا الساعة 12 ونص تمام ده القطر القديم بقى مش المجري لقى الأشاش لا مش المجري لقى الأشاش اكادش المجري ساعة اه اوصل مثلا 12 ونص اقعد من 12 الاربعة في الدراسة واقعد يوم تاني وانزل مصر عشان اتمرر خمس سيات يا اما اقعد ثلاثة واتمرر اربعة بابتت في المينيا بقى كمان كان ليكوا اوضة هناك بقى ايوة كان ليها اوضة كان في مدينة الجمعية فيها خمسة ستة في اوضة اه رحت اهول يوم كابت المصطفى ما استحملتش اه طبعا فاقلت له بابا كاش عايزي عادي بره قال لي انت بالنسباتك مصطفى بره بقى ان المينيا كانت جامدة جدا بقى ايام كانت فيه شدة كبهات اسلامية طبعا طبعا العملية مختلفة فاية طبعا كان بكاريوس وكان رابعة واحد في السعودية واحد في اسفان اسمه مانسى حامد عربي لسة فكرا اسم جبال ستا اتواصل مع حد جميل جدا جدا انت على الاشفات دول جمال يا سلام لا جبال كنت مروح هناك يومين وارجعت مرة الخمسة وارجعت مرة الخمسة او روح هناك ثلاثة واتمرنا اربعة وفيه وقت من الوقت كنت وارروح عشان اسلم حاجات وخلص الساعة اربعة وارجع اركم القطرة تالي احصل تسعة بليل عشان اتمرر بالعشر اتناشر بالليل يا خبار ربي لا لا مستكبتل انا اخدت سنة شقة بس سنة في الاخر السنة دي هدحك الحاجة على حاجة مهمة جدا انا سقطت السنة دي في المينيا انت متلازم تنصر